موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة الأخبار من قناة النصر 24 والتي نستهلها بالعناوين أهلا بكم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية يعقد لقاء مع قادة المنظمات والجمعيات الشبابية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية رئيس مجلس السيادة بالسودان يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي أحد أبوظبي الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة بعد هجومه على الحوسيين في مأرب كانت هذه العناوين وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم قدم الرئيس وزراء الحكومة الانتقالية باهيم باديكي بيان لرؤساء الأحزاب السياسية إلى جانب مموسل والشباب والمرأة والرجال الدين يأتي ذلك في إطار مواجهة الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب من الجميع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام كما دعا رجال الدين والأحزاب السياسية للعمل معا بكل جدية وذلك من أجل بسط الأمن والاستغرار للمضي قدما وإخراج البلاد إلى بر الأمان كما حس الجميع بنبز العنصرية والكراهية بين مكونات الشعب التشادي الأمل يمشي كويس في البلد ونتمنى دائما الآفة تجيب في البلد مواجهة مع الظروف الحسى أنهنا عايشنا والحالة الحسى أنهنا عايشين فوقها دي حالة شوية صعبة الرئيس عن الجمهورية مات وخلى فراغ كبير في الوطن وأنا كالرديد عشان نبقى پريمير مينيستر حنا الترانزيشون دا أنا شفت وقاوست وإرفت الخطورة الجدام بتجي وشنو أن نقدر نسوه سوا ومش الماني ذكت أخواني أنا اليوم جد نقف أمامكم وندور نكلم لكم بكل مسؤولية وبكل احترام أشان كلنا كنا نمشي سوا في الأمن والاستقرار عن البلد بجهودكم وجهود عن كل الشعب التحدي نقدر نمشي جدام ونقدر نخدم بلدنا ونخل مننا النارات القبلية التي أصلا ما تقدم الأمور جدا عقد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لقاءً مع عددًا من قادة المنظمات والجمعيات الشبابية وذلك في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية متمثلة في المجلس الوطني للشباب التشادي وتباحس رئيس وزراء باهيمي باديكي مع قادة المنظمات الشبابية في مختلف المسائل الراهنة وكيفية إشراك الشباب في المرحلة القادمة كما التقى بالقادة الدينيين لتقديم النصح لهم وإخراج البلاد إلى بر الأمان ومن جانبه طلب باهيمي من رجال الدين بتوعية المواطنين وحثهم على الوحدة الوطنية باعتبارهم الأقرب للشعب من قلال منابرهم استقبل رئيس السلطة العليا للإعلام السماعي والبصري مبعوث الاتحاد الإفريقي المفوط في الشؤون السياسية والأبنية يأتي ذلك بهدف تعزيز سبل الدعم في إطار الوساطة الخاصة للفترة الانتقالية وتبحث الطرفان حول دور السلطة في تقوية أجهزة الإعلام التي تقوم بنقل وبث الأخبار للمواطنين وأشار رئيس البعثة إلى أن زيارته للبلاد جاءت في إطار الوساطة والدعم للمجلس العسكري الانتقالي وتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والصحية بين دول الجوار وأوضح بأن تشاد تعد من الدول التي تهتم بقضايا الأمة الإفريقية ومن ناحيته أشار رئيس الإعلام السماعي والبصري إلى أن البلاد فقدت أحد أبنائها الأبطال وما زالت تعاني من اضطرابات أمنية مؤكدا أن لديهم برامج لتطوير القطاع الإعلامي لتحسين الأوضاع الخاصة بالإعلاميين والصحفيين في الشان السوداني عرب دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بالسودان عن خالص التهنياء للمواطنين والمواطنات السودانين المسيحين الذين يحتفلون بعيد القيامة المجيد وفقا للتقويم الشرقي وقال حمدوك أن أحد أهداف التخيير المنشودة هو أن يكون السودانين بجميع طوائفهم وأديانهم ومجموعاتهم موحدين وأشار سيادته إلى تطلع الحكومة لإنجاز التخيير والانتقال الدموقراطي بعد سنوات أليمة من الاستبداد وإثارة الفتن والإقصاء المتعمت لمكونات دون الأخرى يجعل من مناسبة هذا العيد محفزة لدعوة المواطنين خاصة للمسيحين للمشاركة الفاعلة في عملية بناء الوطن وتطويره وفق ما يريدون وينشدون لنصل جميعا لسودان جديد ومختلف يسعى الجميع ونسعى نحن بتكافلنا معا لرفعته تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أو الركن عبد الفتاه البرهان اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان ولي عهد عبو ظبي نائب القائد العالى لقوات المسلحة الإماراتية وتناول الاتصال أفاق تطوير العلاقات الإخوية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب تسريع خطة تعاون المشترك في المجالات المختلفة كما تطرق الطرفان خلال اتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وناقشا الجهود المشتركة للبلدين في مواجحة جائحة كورونا في إطار الجهود العالمية في هذا الصدات عالمياً علنتها وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية استعادت مواقع من ماليشيا الحوسي إسرى معارك متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في محافظة مئرب شمالي شرقي البلاد وأفاد موقع وزارة الدفاع التابع للحكومة المعترف بها دولياً بأن قوات الجيش الوطني نفزت عملية هجومية واسعة على مواقع تمركز فيها الحوسيون في جبهة الكسارة شمالي قربي مئرب تمكنت خلالها من تحليل واستعدة مواقع مهمة مضيفاً أن أهمية المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش تكمن في كونها تشرف على خطوط إمداد الحوسيين وأشار إلى أن الجيش خصف بالمدفعية تجمعات للحوسيين في جبهة الصويرح قربي مئرب وأنحق خصائر بشرية ومادية في صفوفهم في حين تمكنت قواته من إسقاط طائرة مسيرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية للحوسيين وتشهد محافظة مأرب معارف محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوسيين إسرى إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مراكز المحافظة التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واختصادية كبرى قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أنها تشعر بقيبة أمل إزاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مايو آيار وحثته على تحديد موعد جديد على وجه السرعة ودعت الدول الأربعة في بيان المشتراك السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن كما دعت إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات السابقة إلى هنا تكاملت نشرة الأخبار من غناط النصر 24 والتي نعود ونذكر بعناوينها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية يعقد لقاءا مع قادة المنظمات والجمعيات الشبابية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية رئيس مجلس السيادة بالسودان يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي أحد أبوظبي الجيش اليمني يسيطر على مواقع مهمة بعد هجومه على الحوسيين في مأرب شكرا لحسن المتابعة تقبلوا تحيات فريق العمل وللقاء